مرة تانية على الجانب الاخر بقى لو كان في فار النهاردة انا بتكلم فنيا مليش دعوة بالنهاية ضد الزمالك مليش دعوة الزمالك كده كده حتى لو مغلوب اتنين ولا تلاتة انا متأكد في مثل هذه المباريات فرق كبيرة دايما بتكسب لكن انا بتكلم على الحكام والفار لو كان في فار الكرة التانية بتاعت راكلة الجزائر هتهالي لو عندك هتهالي هتهالي هل دي مش راكلة جزاء يا لجنة الحكام انا بقول في المايكة هو هل دي مش راكلة جزاء هل الكابتن وليد عبد الرازق تغاضى عن راكلة جزاء لصالح الفريق الاورنج ضد الفريق الابيض هل لو الفريق الابيض لابس احمر كان دي عدت اين لجنة الحكام من هذا الامر في ظل اللي بيحصل وفي ظل اللي احنا شايفينه اين ادارة اتحاد كرة القدم من اللي بيحصل الحقيقة انا يعني ما فيش كلام بقى اقدر اقوله تاني السورة الوحدها بتوضح كل شيء كل شيء واضح كل شيء واضح زي ما حضراتكم شايفين فيه كرة تانية انا ما اتفرجتش عليها انا اتفرجت على دي الحقيقة بيقولولي ان فيه كرة تانية كمان راكل الجزاء مفروض يتم احتسابها لصالح انا هتكلم عن الكرة دي بليش دعوا بالتانية كانت النتيجة كام ساعتها يا شباب لا انا بتكلم عن الكرة دي مش الكرة التانية اتنين واحد لبروكسي كانت هتبقى تلاتة واحد كانت الدقيقة كام سبعين تقريبا سبعين بالمناسبة يعني ما الزمالك لا يحتاج وجهة نظري يعني مليش دعوة انا قاسف ان انا بتكلم عن حاجة تخص الزمالك ولكن انا بشوف ان الزمالك يعني فريق بروكسي فريق رائع جد وعمل مباراة جيدة جد مفيش فروق كبيرة الحقيقة انا بشوفها النهاردة غير في اللي اقل بدانية طبعا ما بين فريق بروكسي النهاردة وفريق نادي الزمالك فعشان كده من فضل حضراتكم كل ما نطلبه هو العدالة كل اللي احنا عايزينه العدل في التحكيم فقط للتمنتشر نادي بالمناسبة مش للنادي طبعا انا هتكلم عن نادي الاهلي ولكن للتمنتشر فرقة حرام عليكم اللي انتو بتعملوه يا كابتن وليد عبد الرزق حرام عليك حضرتك زلمت محمود متولي في الصورة اللي فوق وتحت وقفت معه لايب نادي الزمالك ولايب نادي بروكسي ترجمة نانسي قنقر